اعطيدي بياك كابتن براك فنزل مايك النهاردة رأيه يعني خصوصاً هو كسب وكان فيه استحواز كبير جداً لنزل مايك على القرف في هذا اللقاء عندك رأي تاني ولا ما عندكش زي يعني استحواز زي زي كان الاستحواز كله كان لجون شايف كده يعني انا بس انا بقول كده لازم ابقان عكسك ايبا انا كنت بتفرج عالماتش تاني انت اللي بتتفرج عالماتش تاني لا كنت بتفرج تفرج عالماتش كله ده الجونة كان هاي للنهاردة وكان مستحوز وعايزين نقول امام عشور الفترة الاخيرة دي بصراحة يعني جرأ كل لعبة مصر سواء في الآله في الزمالك في سموحة في الامتاج الحربي في طلاع الجيش في سراميكا كله دلوقتي بقى عشود كله عايز وده ما كانش موجود أصلاً لا خالص قبل امام الفترة اللي فاتت ما كانش يعني امام هو اللي جرأ مش المدرب اه المدرب هيجي وقوله لأ المدرب بيديك حرية ده لا معلش معلش ده برضو هرجع للحطة دي لا محمد محمد دي دي يعني ده مش شغل المدرب برده لا خالص هو انتو ليه دايماً عايزين تحط المدرب المدرب في جملة تكتكية ماشي ماشي كتن عندما الشوت دي بتيجي وليدة اللحظة هو دلوقتي هو اللي بيقوله شوت طبعاً عشان الموقف تحط فيه هو اللي بيقوله شوت اي موقف طب قبل ما يشوت كان امام عشون لعب خمس ست ما تشوت كان شوت قبل كده لا فهو لما شوت دي ابدع منه وابتقار منه وان الهاتف لما قاله شوت هو اللي شوت يعني احنا كبتن لما كنا نتمرن كده ونلاقي مثلاً مسير تسوبل ولا هولمن اما يبتدي يعمل التاكتك الخاص بالتزديد مش كنا ده تمرين شوت عشان لما يجينا الموقف ده نبتدي نشوت ده ما بيحصلش ده تاكتك طيب انما ده امام بيعمل ايه من نص الملعب بيعمل كده قم جاي شايد انت مش متوقع ولا انا ولا اي حد ممكن اسألك سؤال طيب وانت فطنطن ما بتديش تعليمات لعبتك انها تشوت وتعمل التاكتك ده مسلاً توقيت لا بتديهم تعليمات امتى لما مسلاً يرقص والجني يبقى مفتوح ويباصي تاني فانا اقول له من بره شوت يعني هو هيسمعك من بره شوت ولا لا لا بتقول له بعد الهجمة المدارب مديك الموقف ده هتشوت على طول لا طبعاً هي بتيجي وليدة او ما هو مش كلش دقيقة هيرقص ويعمل كده ماشي موقف لا انا بقول له لما تبقى مواجه الجون شوت حل بس بنسبة 99% لو هتشوت بين التلات خشبات مش بين التلات خشبات لانه كله بيطلع في السماء بيستضع صفير فانت تقول له ايه حط للفروت ولا اللي جاي من وره دي اضمن لان انت عارف ما فيش حد شويت يعني مثلاً لو بداها بقول له شوت لو سمير كمونة هقول له شوت لو فاروق هقول له شوت انت بقيمني الناس اللي انت متعود ان هم رجلهم تقيلة حمزة جمل هقول له شوت انما فيه لعيبة انت عارف ان هو بيباصي حلو بيرقص حلو الكلام ده ولما بيشوت بتبقى تطلع قد كده انما لما حطها الواحد انفراد دي الأضمن تمام فانت الملاعب الفترة الاخيرة دي بالذات اخر خمس ست ماتشاط دي حاجة جديدة في الكرة المصرية من ساعة لما امام عملها فكله دلوقتي انت بتشوف اللعيب بيعمل كده انت ما انا عايز تشتعل كله كله عايز يعمل بقى خلاص ان انا يعني امام عشور طب هم بيشوفوا كانوا بيشوفوا كريستيانو وكانت بيشوف لا بس ده برا ده انت عارف ايه ما كانتش الفكرة معقولة فكرة معقولة بقيت هنا في ملاعبنا خلاص يا سلام عليكم والله عزيز طيب هو هدف جميل الصراح اه طبعا يعني هدف حل وده برضو خلينا بس ااخدك للهدف والشغل بتاع ناتز مالك انه معرفش حدك برضو وغير دوقتي برضو معنادني في الجزء دي او يعني ناتز مالك يعني في المتش ده بشوف انه هو بيستخلص الكرة في نص ملعب نادي الجونم ما بيحاولش انه يفقد الكرة بسرعة كرة اتقطعت اتقطعت راحت الامام حطها اوباما لف اوباما مجيش هويت دي مش جملة انا مش جملة انا بقول لك انا بعرف اضغط واستحوز على الكرة مرة تانية انت عشي تطردت عمطي كويس اول الله العظيم تطرد كويس وبفهم كرة مرة كم كرة طريق حمد اطحها وتقطعت واماما عشور وتقطعت وفتوح وتقطعت لا لازم انا عايز نادي الزمالك اللي انت متعود عليه ان انت لما بتقطع كرة بتدوخ الفرقة اللي قدامك بتستحوز وتبدأ تنقل وتطلع ماشي انا ما عنديش مشكلة ان انت اول ما كرة تفكده تعمل الواجب الدفاع الزون ديفينس ده ماشي لان دي ما كانتش موجودة قبل كده بس عايز لما انا استخلص الكرة شخصية نادي الزمالك هنا بقى اه فاروق امسك الكرة بقى وما اتضعش مني واسيطر عليها انت عندك اوباما وعندك شكبالة وعندك طريق حامد وعندك امام واماما على فكرة برضو حاجة من ضمن الحاجات اللي هي تحسب مش للمدرب امام بيموت نفسه في نص الملعب الحتة اللي كانت دايما مفقودة عن دينات الزمالك اللي هي لما بتقطع الكرة كتقطع منه كان بيلوس شوية أعبال ما بيرجع الكرة لازم طريق حامد يقعد مثلا يجري كده ويجري كده ومش عارف مين يجري أعبال ما يقطعه دلوقتي امام يعني وفر مجهود اللعيبة كلها فيه هو بدأ هو اللي بيعمل الدور دوت فبيقطعه الكرة بسرعة اللي كان نادي الزمالك بيفتقده قبل كده انما المشكلة بقى ان انت لما بتقطع الكرة دلوقتي فين الاستحواز فين بقى المعلمة فين اللي هو التنقل بقى بالكرة والاستحواز والتغيير الاتجاه ما فيش دلوقتي مش حاسسها انت حاسسها انا مش شايف انت النهاردة كل الهجمات اللي اتعملت عن طريق فروط فردية يعني مثلا شيكا عمل واحدة البن شرق ما حصلتش اوباما عمل واحدة كل دي هجمات انا كنت بشوف فتوح او شكبالة بيخش الجوه عشان حاسس من ميطلع او بالعكس والنحة التانية فتوح برضو كان بيعملوا جزئية لا كان فيه شغل كان فيه شغل يا كابتن لا ده الكلام ده من قديم يعني انت بتكلم احبو دي كلم انت بتلعب على الهجمات المرتدة واللي هي امكانيات وفروط فردية للعيبة يعني مثلا اوباما عمل واحدة لزيزه انفراد مع ليه بقى ان فرقة الجونة مستحوزة وبتهجمك في نص ملعبك بتهجمك في نص ملعبك فطبيعي يبقى كم فرصة مرحب بيها الجونة كابتن عديت الفرص ما فيش الفاولات بس الجونة ايوة طيب وليزي مالك راحب كم فرصة وانفراد ثلاثة يعني ثلاثة اهداف ايوة بس اللعبة على الهجم المرتدة ده مش بتعوده من نادي الزمالك بان انا عايز اعمل كده وبدل ثلاثة يبقى خمسة لان انا نادي الزمالك طب ما هو كابتن في بعض المباريات انا ممكن استخدم كده لو هتكسبني اشتغل على الجزئية دي انا انا افتكر انا ماتش قدام النادي الاهلي الاهلي والوداد المغربي في المغرف انها افريقي الوداد كان بيدافع عشان عارف امكانات نادي الزمالك مثلا او نادي الاهلي انا اسف وبالتالي قدر يخطف يخطف جون وكسب وانت بالتالي نادي الزمالك تقدر تعمل كده حتى لو انت فريق اكبر من الفريق التاني دي دي ماتشات بطولة دي ماتشات بطولة لانما انت لسه ماتش في الدورة بص مع انت يا عم فاروق الاهلي والزمالك دولت مع البنك الاهلي مع الجونة مع وادي دجلة مال هتاخد دورة ازاي معنا لو ما كسبتش الفرق دي هتكسب بقى الفرق اللي اما انا بص هخش مع برامدس خمسين خمسين هخش مع الاهلي خمسين خمسين انما هخش مع الجونة تسعين عشرة مع وادي دجلة تسعين عشرة وقت دلت يعني عشرة في المية بس اني ممكن يتعادل تمام وما فيش حاجة اسمها خسارة يعني مش في دماغك الخسارة ايه اللي بقى لما بتحصل مفاجئة انما ما هي دي الماتشات اللي هي بتخليك تركب وتاخد دوري هو انت بتكسب الاهلي الماتشين ولا الاهلي بيكسب الزمالك الماتشين ولا برامدس بيكسب الاهلي بتبقى الدنيا يعني الكافتين متساوياتين اهلي وزمالك اهلي وبرامدس زمالك وبرامدس انت عاقت بالك انما الماتشات اللي هي بتخليك تبقى زي النهاردة النهاردة طبيعي الزمالك يكسب الجونة عشان يركب الدوري طيب لو النهاردة بيلعب برامدس او بيلعب الاهلي اتعادوا ليبقى رضا للفريتين صح صح ولا غلط ما انا بقول لك هو البطل لو عايز ياخد البطولة بيكسب ماشي بيكسب بس برضو لازم تكسب الاندية دي الاندية دي اللي هتوصلك تكسب الاهلي تكسب بيرامد تكسب الاسماعيل يعني ما كسب الجنة ده كان مهم ما و تلاتة بنت وزي الاهلي بس انا بقول لك ايه تلاتة بنت مع الفرق الصغيرة دي اللي هي بتوقعني كل سنة هو ده اللي يخليني اخش الاهل النتائج اللي كل سنة اللي انت بتتكلم عنها دي النادزة مالك من 17 سنة محققش النتائج دي ايه مع اني انا في اول الموسم قلت لك الزمالك بالجدول اللي محتوط دوت كبيره و هيبقى رابع او خامس او سيدس فاكر فاكر لما قلت فاكر بس هو الدنيا متغيرة الدنيا متغيرة هو الزمالك بيكسب بس ما فيش مع اني كان التوقع في ظل الفترة اللي فاتت كان عكس كده تماما مع انا بقول لك بقى انت انت متفاجئ ان انت الزمالك بيكسب مطشط انت ما كنتش متخيلها طيب تشكيل